اشتركوا في القناة لكن هذا الكلام يجب أن يترجم بأفعال بأقدام اللعيبة وعراقهم في الماتش اللي جاي اللي هم مفيش إجهاد مفيش أي عذر أو يعني مبرر لسوق الأداء والنتيجة احنا هنا منتظرين أداء ونتيجة أداء تقول لكل الفرق أنه هو اللي حصل بس يعني إيه ممكن أي ساب الأزمال اللي فاتت وطبعا مفيش تقصير من اللعيبة أنت أربع نقاط من أربع مباراة ده أداء طبعا مش متوقع أبدا منهم من الجيلة بالذات لأنه فعلا الجيل ده أنا واثق فيه أنه إن شاء الله هستعيدوا تاني التأهل فرص التأهل مزاد في إيدينا يعني إحنا بعيدا عن حساباتي طبعا وإننا أيمن دلوقتي لكن ست نقاط إحنا في إيدينا نسعدوا بغض نظر بقى عن أي حسابات تانية فإن شاء الله التأهل بإيدينا في يعني بالحسبة بقى بتاعت أن أنت تقدم أداء جيد وتفوز بدل ما أنت بقى سجلت هدفين ما تشل فات ورجعت تاني ضمنت المباراة هناك فكرة كده أن أنت أواصق أن أنت الأفضل وأن أنت فعلا الأفضل لما أنت يعني تراجعوا هم في أول مباراة وإحنا في أول 24 دقيقة بالزبط كنا مسجلين 2-0 وقلنا بقى قد فيه حفلة إن شاء الله لكن للأسف اللعيبة مقدمتش يعني مكملتش على نفس الأداء فبالتالي التراجع ده خلى الفرقة التانية مديخ تتعادل معنا لغبة مع عمر السلية سجل هدف الفوز فإحنا لا نريد أن تراجع ده يعني إجمالا في البطولة إحنا طبعا متراجعين بأداء ما قدمناش متوقع مننا لكن إن شاء الله نستعيد المتوقع مننا إن شاء الله وإن نفوز ماتشين جايين لا ماتش المريخ يعني فعلا هو ماتش فاصل للأسف نتائج المجموعة مخدمتنا طبعا الماتش اللي عمل لنا أزمة في البطولة يعتبر ماتش سانداونز اللي كان هنا في القاهرة ده اللي لغبط الحسابات كلها ولغبط لنا الأمور ولكن دلوقتي الحمد لله يعني النادي الأهلي عنده كان بعض كده من الوقت الفريق إن هو يعمل استشفاء ويعمل راحة عشان خاطر فكرة الإجهاد الصعبة وضغط المباريات الرهيب اللي الفرقة يعني لعبته في الفترة الأخيرة بعد كاس الأمم الأفريقية دوري دوري أبطال كاس عالم هندية القبليية بطولة العربية موضوع صعب جدا وحتى الحسابين ما نقدرش نقول يعني فيه ناس بتتكلم كابتالإسلام اللي هو إيه طبما الأهلي كان فيه تسعة لعيبة أو حداشر لعيب في كاس العرب طبما كان فيه لعيبة هنا مريحة شهر ما في الكرة ما فيش الكلام ده ما ينفعش يبقى عندك لعيبة مضغوطة وديم القوام بتاعتك وكمان هنا لعيبة لسه تقريبا بتعمل لها زي مراحل إعداد مدى كل ده بيبقى فيه لغبطة وأكيد بيتأثر به الفريق فلا المباراة المريخ مباراة فاصلة إن شاء الله يومين دول يعني وما كانوش طبعا ما عندناش أيام فترات راحة كبيرة ولكن نقدر نوم يوم ويوم استشفاء فبس العيبة كده تشم نفسها وإن شاء الله مباراة المريخ دي تبقى بداية النادي الأهلي في دورة أبطال أفريقيا يعني يقول لكل المنافسين إن لا إحنا موجودين بقوة مرشح الأول والأبرز شفنا كل المجموعات كابتن إسلام النادي الأهلي هو أفضل فريق في كل الستاشر فريق الموجودين بكل ما تحمله الكلمة من معنى الأفضل سواء كقائمة كمستوى فني كأدارة فنية الترجي راجع بشكل أفضل سانداونز هو مرشح قوي جدا هو يعني يوصل لمراحل أبعد غير كده بقية الأندية يعني بنتكلفوا مستويات متقربة فإن شاء الله مباراة المريخ تخلص على كل الأمور والأهلي إن شاء الله تبقى دي خطوة لحد مباراة الهلال ما بعد مباراتين السنغال ونقول مبروك لنادي الأهلي التأهل إن شاء الله توقع نتيجة مباراة الأهلي والمريخ السوداني خلينا أقول لحضراتكم صبر وراضي على تويتر صبر وراضي إن شاء الله 4-0 للأهلي إن شاء الله إن شاء الله للمهاجم عبدو سمير زهران مساء الله خير يا كابتل سأتوقع عفوز الأهلي إن شاء الله 3-0 شريف والسلاي وعبدالقادر تمام يوسف حامد دول إحنا لنا فترة بنلعب مطش حلو ومطش وحش ومطش المريخ هيبقى في خانة الحلو لو جاين المطش اللي فات كان هو متوقع 4-1 إبراهيم صلاح بيقول 3-0 للأهلي إن شاء الله هدفين شريف وأحمد عبدالقادر ماشي أحمد سمير بسأل خير يا كابتن بسأل فل إن شاء الله 3-0 للنادي الأهلي أحمد فتوح بيقول إن شاء الله تنتهي بفوز النادي الأهلي 2-0 ثقاتنا في ربنا وفريقنا ورجالتنا كبيرة جدا الله المستعان أحمد أبو التورك المعقلي البلوي تمام 3-0 للأهلي إن شاء الله هنكون مباراة جيدة وكبيرة وعودة المارد الأحمر بقوة للبطولات كريم حسن أبو عويس مساء الخير عليك يا كابتن إسلام هنكسب 3-0 ماشي أحمد عبدالقادر وشريف وأفش مؤسس طيب إن شاء مؤسس فرسان التالت شمال التالت 74 إن شاء الله الفوز للأهلي 3-1 صالح عنطر طه بيقول الأهلي 2-0 بإذن الله رجالة الأهلي وقت الجد حضرين إبراهيم شريف محمد شريف وتو وأفش هنكسب 3-0 إن شاء الله خالد فرحات بيقول إن شاء الله فوز الأهلي 2-0 والبطولة أهلوية إن شاء الله عندي عدد كبير جدا من الأصدقاء اللي بعتلنا ولكن خلينا نروح برضو لتويتر أو أنا آسف للإنستجرام نشوف برضو على الإنستجرام أحمد بيقول بإذن الله حنفوز 3-0 بير ستاو المصاب هيسجل وضع بير ستاو دسلو ماشي مادل 9-7-6 إن شاء الله نكسب 4-0 مش عارف أنا إيه ما هو 4-0 و3-0 ماشي فانز طاهر بيقول نعم تفاقل حلو تفاقل حلو طبعا إن شاء الله 3-0 محمد بيقول للأهل إن شاء الله 2-0 إحنا راضين بأي نتيجة ربنا يكتبها لنا بس إن شاء الله بفوز دي بنت الأهلي هلوية ملك ملك محمد بيقول فوز الأهلي 2-0 إن شاء الله مهند هشام بيقول الأهلي 2-0 أو 3-0 علي معلول ماشي 1-0 للأهلي قانوة إن شاء الله 3-0 هذا قانوة مزاجه بيقول 3-0 إن شاء الله الأهلي يفوز 2-0 للمخيف شريف شريف نكمل بس ناخد برضو على الفيسبوك الفيسبوك طب الفيسبوك كتير جدا فخليني هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل برضو مع حضراتكم ابعتولنا توقع نتيجة مباراة الأهلي والمريخ هنرجع برضو نسمع رأي إيشو أيمان جيلبيرت ولكن بعد هذا الفاصل أهلا وسهلا بحضراتكم مرأة أخرى أعزائي المشاهدين يعيشوا هل ستؤثر هزيمة سانداونز على نادي أهلي ومجمعة لا إن شاء الله بالعكس هتبقى دافع أن أنت يعني الهزيمة يمكن إحنا ما عنداش مشكلة أقومة عن هزيمة بره مصر مشكلة في الهزيمة اللي كانت هنا طبعا مفجأة وغير متوقع أبدا بالظبط على رغم من كده لكن هناك بالعكس أنت فعلا يعني فعلا الهزيمة هناك مستحقة مستحقة طبعا طبعا أصلا أنا أقول أنهم كانوا عملين ناعتبار قوي وكانوا خايفين مننا بجد كروية لأنهم صندوز من الفرق التي يستحوز على الكورة تاخر وخارج أراضيها يعني نحن رأينا أنهم السنتين تخطيناهم هنا من دور ربع النهائي وكانهم كروية كما أفضل يلعبون مستحوزين دائما أخطر في معظم المباريات لكنهم المريض تعليمه الدرس هو مهتم أنه لا يستقبل أهداف أكثر من أنه يسجل أهداف هو خطف معجل أننا قلنا الكورات السابتة والرقنية للأسف مع أول رقنية استقبلنا هدف طبعا كان هناك إجهاد ولكن هناك عدم تركيز هذا حصل خلاص لكن هذا سيكون دافع لنا في المتش اللي جاي أكيد طبعا أنت ليس حزبة السعود حزبة أنت تستعيد الهبة الفريق لأن الفريق لما نقول معظم الناس المتوقعة سكور كبير ثلاثة واربعة وإن شاء الله أكبر من هذا لماذا الناس لا يفكر في المتش هذا لأنني لا مهتم أن أحفل على صديق السوداني الذي كسبته ثلاثة واربعة أنا مهتم أن أدرسالة لكل إفريقيا أنه جاي بدافع عن لقبي وإن شاء الله يأخذ التالت على التوالي مظبوط فإذا هذا لا يحدث إلا بسكور تستعيد بالهبة وهذا يحفظ لك مثل البطولتين يكون تاريخ ويخوف الفرقة الثانية حتى الفرقة الثانية سانداونز أو التراجي أو الوداد يقوم لك حساب حساب أنه ليس يدوش على القرويا حتى أنه كان أقال منه قرويا في منعب وقت المباراة في لحظات ضايع قرويا لكن هذا التاريخ يتدهيب فبضو الماتشات تدفوز بها سكور أربعة وخمسة وستة تدهيب داخل البطولة نفسها هذا ما نحن نسمع نفسه ما هو الذي يقوم له هيبة أنه كل شوية يكسب ستة وخمسة ويكسب برا أرضه فهذا الذي يتدي الثقل لمواجهة الفريدة فلازم الناس متوقعة ومدفقلة بسبب كده نحن عايزين مش عشان المريخ لأ عشان البطولة كلها مستقبل البطولة كلها طيب ناخد أربعة خمس تعليقات سريعا جدا طهر بيقول تلاتة واحد للأهل بإذن الله داليا الكابيتان ومتقوم بسرخير يا كابتن أهم من الطاقة أحب أبعط رسالة للعبط الأهل لأننا نقبل أي تهاون أنتم تلعبون في أعظم النادي في الكون ابزلوا كل مال أديكم من جهد وكونوا رجال كما عهدناكم جمهوركم يثق بكم كل الدعم للجهاز الفني واللاعبين طبعا سالة واضحة حمد صلاح بإذن الله كابتن مصر نفوز تلاتة صفر برجاء ترد علي طيب أرد عليك ماشي أنت هنكسب تلاتة صفر أرد إن شاء الله البدر المنير صح تلاتة واحد أنت عمري اتنين واحد أحمد أبوتريكا هدفين للأهلي هاني فليكس إن شاء الله اتنين صفر كيمو بيقول اتنين صفر إن شاء الله ناصر ديفل تلاتة صفر أيمن الوقت اربعة صفر من الواضح أن الكل بيذهب ده كان على تويتر بالمناسبة الكل بيذهب إلى أرقام كبيرة أو شكور كبيرة يعني لو ممكن طبعا لو عرضنا تاريخ المواجهات ما بين الأهلي والمريخ السوداني من الأنواع الدفع عن الناس تاريخ المواجهات النادي الأهلي كبير جدا وفيه فرق كبير جدا في المواجهات يعني نتكلم في تسع مرات الأهلي والمريخ تقبله الأهلي كسب ست مرات مقابل مرة واحدة المريخ التعادل في مرتين وخسارة النادي الأهلي خسر مرة واحدة يعني زي ما بنقول النادي الأهلي سجل تسعة تاشر هدف واستقبل تسع هدف فطبعا فيه فرق كبير جدا لو نتكلم في تاريخ المواجهات ما بين الفريقين الموسم الماضي حتى النادي الأهلي كان قدر في المبارات القاهرة انه كان كسب 3-0 اعتقد والقياب حتى لما الأهلي تأخر 2-0 قدر انهو يرجع 2-2 فتاريخ المواجهات بيبين الفارق ما بين الأهلي والمريخ طبعا احنا بنتكلم انه في أرض الملعب وحالة الملعب الكرة زي ما حراك عارف كنجم كبير الفوارق دي ممكن في لحظة الكرة بتتغير لكن لازم زي ما أحمد قال ان فيه حاجات كده لا التاريخ النهاردة تب يفرق ان انت لما بتكسب 3 أو 4 في الفرق يعني المريخ السوداني يعتبر التصنيف الرابع في المجموعة السنة دي طبعا مفريق متطور جدا لكن هو لسه كنت هقولك هو تطور بشكل كبير وجوده في مصر أفاده والمعسكر اللي اعتقد هي فرصة نهوي نقول كده ناتب أستفاق أفريقية يحق المكسب وبنكسب بنتيجة كبيرة وصولا ان خلاص الفريق دي آخر مباراة لي بعد كده هنقعد حوالي 10 تيام كلنا مركزين مع المنتخب وبعض اللعيبة هتقدر تاخد راحة وبعد كده اللعيبة الدوليين هيبقى عندهم المهام بتاعتهم فيعني هي فرصة ان خلاص دي آخر مباراة وزي ما قلنا يعني هنستعرض بعد شوية ان هي فعلا مباراة فاصلة في المشوار الأهلي الموسم ده في دوري أبطال أفريقيا لانها فعلا لا تقبل القسم على اثنين بأي حال من أفريقيا طب يالله وريني هتقول لنا ذا ازاي يعني احنا لو بنتكلم على الفرص النادي الأهلي في البطولة خلال المباراة دي بعيدا عن المباراة الأخرى فوز الأهلي في المباراة دي خلاص بيديك خطوة انت هتتأهل في حال ان انت فزت كمان على الهلال السوداني في المباراة الأخيرة لو افترضنا ان الهلال كسب سامداونز أو حتى لو خسر فانت تكسب المريخ تكسب الهلال خلاص انت الموضوع في ايدك تأهلت منسبة 100% لقدر الله حصل تعادل هتبقى انت مضطر تستنى اخر مباراة أمام الهلال السوداني عشان تتعاق المكسب عشان خاطر تتأهل للأسف الخسارة بنتيجة 1-0 أو بنتكلم حتى 2-1 مثلا الخسارة بالنتيجة دي تعني ان انت بره البطولة حتى لو كسبت الهلال السوداني لان ممكن لو دخلت في حزبة المواجهات المباشرة مع المريخ وقتها المريخ هيتفوق بفكرة هدف خارج الارض بهدفين فوقتها انت حتى لو لا قدر الله فيه خسارة وفرق فرق اهداف تتكلم بقى خسارة في سيناريو اللي هو بتاع المكسب لان المكسب ماتشين يساعدونا خصوصا ان كمان الهلال نفسه والمريخ لسه عندهم امل ان هما الاتنين يساعدوا ويخرجوك انت وسانداونز بره خالص الجيم ده في حالة استثنائية خالص ان هما يكسبوا سانداونز هناك وفي السودان والاهلي اللي قدر الله يخسر الماتشين فهو فيلم كده تلعبك كله بسبب نتيجة ماتش سانداونز اللي للأسف احنا كنا افضل بكتير من سانداونز كان عندنا فرص ولكن حظنا ما كانش كويس والفرصة الوحيدة بتاعت سانداونز هي اللي دخل مبارات مصر مبارات مصر فهي دي للعبكة الدنيا فانشو الله احنا في السيناريو اللي احنا نتمنى هو سيناريو نحن نكسب المريخ نكسب الهلال نتأهل بدون اي تفكير في اي نتائج اخرى باذن الله ان شاء الله ايشو اخيرا لو حتقول لنا التشكيل المتوقع من وجهة نظرك طبعا التشكيل متوقع في احتمالين يعني احتمال لو وجهة نظرك اه اه تبنى تقوم تبنى تقوم مع اللعيبة هتقولهم 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 هتقول لا لا ما عرش جاهزية كريم فؤاد حسب لو كريم فؤاد هاني لأسف نحن مش جاهز من نسبة كبيرة لكن موجود في التمرين يعني لو هو جاهز يعني مية في المية يبنى نبدأ اربعة اثنين ثلاثة واحد ففي الحالة هذه طبعا هاني او كريم فؤاد لان اصلا لعبنا هنا في الماتش المريخ اللعبنا بالشكل ده اربعة اثنين ثلاثة واحد بوجود طبعا يعني الشناوي طبعا الاستعاد يعني جوز كبير جدا من مستوى عمر السورية واليو ديانج وقدامهم افشا كرقم عشرة يعني احنا عايزين اصلا كل ادل الاربعة اثنين او او عشرة هو المهم بصراحة افشا بيفتقد كثير جدا من مستوى لما يكون على الطرف فافشا و احمد عبدالقادر بصراحة لنبدو برسيتاو بعيدا مع وضوع الإصابة اللي هو مش إصابة دي خارز لكن انا اتكلم هنا على فكرة انه هو يكون مستوى بالضبط بعد الإصابة مع انه عمل اسيستة اصلا في ماتش المريخ هنا يعني عمل اسيست الهدف الاول بس احنا لا مش مكتنى لغا ده وقت به بعد العودة من الإصابة ان شاء الله يستعيم مستوى بس احنا في ماتش ده احنا عايزين اللي هو اللي جاهز 100% ان شاء الله فمعنى شريف او طبعا طاهر او الشحات حسب ما يتم اختياره يعني في الماتش ده يعني انا طبعا اميل ان الماتش دانب اربعة اثنين ثلاثة واحد برضو اللي هي الطريقة المعتادة بتاعتنا الشناوي كريم فؤاد لو هو الجهز 100% عبد المنعم وياسر ابراهيم وعلي معلول اعتقد الافضل ان اختلف مع قيشو في حاجة واحدة بس ان حمدي فتح وقالي ديانجي هو البداية لهم وعمر السلاي هو المريح على الدكة بحيث ان كده كده افشا يبقى موجود هو رقم 10 ومعه احمد عبدالقادر وممكن لويس ميكيسوني يعني اعتقد السرعات ممكن في الماتش ده ان احنا نحتاجه لان لويس بعد ما تقلق قعد ان شاء الله يرجع زي ما شفنا دفاعات المريخ السوداني سهل جدا ضربها بالسرعات هم تمركزاتهم الدفاعية شرحنا مع حضرتك في حلقات كتير وزمايلنا كريم واحمد سابت بعد مورات المريخ شرحوا ازاي ان فريق المريخ تمركزاته الدفاعية فيها مشاكل وده ظهر في ماتش الهلال اللي كان في السودان والخطأ اللي الهلال قدر يكسب به بهدف طبعا المهاجم محمد شريف وده ارقامه لو برضو اخيرا نستعرضها في البطولة اعتبر هداف الاهلي في دوري ابطال افريقيا من 6 ماتشاط اجمالا الراجل مسجل 3 اهداف ما صنعش عنده محاولات النجاح على المرة ونكلم 6 من 10 فده رقم مميز جدا دقة تمريرات 51 من 73 اجمال مراوغات 2 من 6 فده هداف الفريق فهو طبعا الافضل هو يبقى موجود واعتقد حتى ممكن يعني ان شاء الله لو قدر يستغل المباراة دي بشكل جيد وجاب اكتر من هدف هو محتاج ان هو يبقى موجود في المنتخب في ماتش زي ماتش السنغال هو محتاج دي ان شريف من نوعية اللاعبين اللي نفسيا الامور دي تفرق معه فان شاء الله تبقى المباراة دي بوابة لي يعني هو مش محتاج يزبط حاجة شريف هداف الدوري هداف النادي الاهلي مسجل عدد كبير جدا من الاهداف وهو موجود في حسابات كيروش ولكن ممكن يكون مش المهاجم المفضل لطريقة اللعب ولكن هو ان شاء الله مباراة المريخ تبقى بوابة صعبة جدا جدا ان شاء الله ربنا يكرمنا ويفاء أنا بشكرك جدا على وجودك معنا شكرا جزيلا على وجودك معنا أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا حلقة نهاية الأسبوع ان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الحد القادم وحلقة جديدة من البيت الكبير